اكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الاعلام ان ما تتمتع به مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة من تطابق فرؤى ووحدة في الاهداف على مختلف المستويات هي انعكاس للعلاقات الاخوية المتميزة التي تربط بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والترابط الاخوي التاريخي بين شعبي المملكتين الشقيقتين وشدد سعادة وزير الاعلام في تصريح لوكالة الانباء الاردنية بمناسبة زيارة جلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الى مملكة البحرين شدد على ان المواقف المتبادلة التاريخية المشرفة في الوقوف معا والدفاع عن مصالح الامة العربية ونصرة قضاياها العادلة يحفظها التاريخ ويستذكرها الشعبان بالفخر والاعتزاز مؤكدا ان تلك المواقف الراسخة تقدم نموذجا حيا لطبيعة الترابط الاخوي على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين ورحب سعادة وزير الاعلام بضيف البلاد الكبير الملك عبدالله الثاني الذي غادر بلده الاردن في زيارة لبلده البحرين مشيرا الى ان الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تفتح افاقا متجددا من التعاون الراسخ وكل زيارة تشكل محطة مهمة في تاريخ العلاقات المتميزة بين البحرين والاردن بما يحقق مصالحهم المشتركة في تعزيز الامن والاستقرار والنماء واشار سعادة وزير الاعلام الى ان الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تجعل من استدامة التشاور والتنسيق بين الاشقاء ضرورة ملحة لمواجهة التحديات وتجاوزها معبرا عن تفاؤله بمخرجات هذه الزيارة العزيزة على قلوبنا جميعا للدفع بعلاقات البلدين وتطوير اوجه التعاون بينهما بما يعود بالنفع على البلدين وشعبين الشقيقين في المجالات كافة وتوحيد الجهود المشتركة لتحقيق الامن الاقليمي والعالمي